تهتم مملكة البحرين تهتم مملكة البحرين بتطوير التشريعات المرتبطة بعملية التنمية الاقتصادية من خلال التعاون الوثيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية من أجل نماء اقتصاد مملكة البحرين وتعد مختلف التشريعات واللوائح التي تتخذها الجهات المعنية على مدى السنوات الماضية مساهمة في جعل رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 تسير نحو أهدافها التشريع في المجال الاقتصادي هو الأساس لخلق بيئة آمنة تحتضن الاستثمارات وتجعل من مملكة البحرين قبلة لرؤوس الأموال التي تبحث عن حاضنة الأعمال والاستثمار ضمن إطار قانوني متين يحمي كافة الأطراف بالإضافة إلى رفض الاقتصاد الوطني بكل ما من شأنه أن يعزز من اقتصاد مملكة البحرين وتأتي سلطة التشريعية بمهامها الجوهرية في عملية التشريع في المجال الاقتصادي من خلال التعاون مع السلطة التنفيذية للتوافق على التشريعات والقرارات التي من شأنها أن تسهم في عملية الاستقرار الاقتصادي والتعافي والنمو والتوظيف مؤشر الحرية الاقتصادية 2022 الصادر عن مؤسسة هيرتاج فونديشن جاءت فيه مملكة البحرين بالمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالحرية المالية والتجارية والاستثمار بينما حلت في المرتبة الرابعة في الحرية الاقتصادية وهذا المنجز كان بسبب التطور المتواصل للتشريعات في المجال الاقتصادي إذ أن مملكة البحرين لا تفرض أي ضريبة على دخل المؤسسات أو قيود على إعادة رأس المال أو الأرباح أو أرباح الأسهم ومن التشريعات الجاذبة في مملكة البحرين هو قانون تشجيع وحماية المنافسة بالإضافة إلى قانون إعادة التنظيم والإفلاس وفي عام 2020 صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الذي نص على حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي كما تبنت مملكة البحرين في بادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى البحرين ومنطقة الخليج إصدار مصرف البحرين المركزي التعليمات الخاصة بعمليات التمويل الجماعي لغاية الإقراض التقليدية والإسلامية ما يتيح أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة جمع تمويل تقليدي أو تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال التمويل الجماعي إن مختلف التشريعات واللوائح التي تتخذها الجهات المعنية أسهمت في تنمية الاقتصاد الوطني على مدى السنوات الماضية الأمر الذي يجعل رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 تسير نحو أهدافها في إطار تشريعي يؤمن الاقتصاد بكافة مكوناته